جزاكم الله خيري شيخ من الأسئلة التي وردت يسأل عن حكم صلاة الجماعة فنحن يقول نخصص مع الزملاء قيام مثلا ليلة الاثنين أو ليلة الخميس مع مجموعة من الزملاء في بيتنا فهل هذا فيه شيء؟ هذا بدعة من ناحيتين من ناحية الأولى تخصيص ليلة معينة دون سائر الليالي والناحية الثانية الجماعة تخصيص الجماعة للنافلة والتزام هذا هذا بدعة أما لو اتفق بعض الأحيان أنهم حضروا في مكان وصلوا جماعة فصلاة الليل فلا بس أما الاتفاق على هذا تحديد وقت له فهذا بدعة لم يرد به دليل إنما الجماعة المؤكدة في صلاة تراويح صلاة الكسوف وهذه التي تشرع لها الجماعة أما بقية النوافل الجماعة إذا جاءت اتفاقا فلا بس أما إذا جاءت متفق عليها ومحددة فهذا لا يجوز نعم نعم